the music room. مديني بعد كده get ready for some help. دي قلنا هنستخدمها في جملة do you want some help? do you want some help? اللي بتساوي can I help you? do you want some help? اللي بتساوي can I help you? النقطة اللي بعد كده مديني طبعا مراجع على الضمائر المنعكسة لوجود myself. بقلو I by myself. he by himself. she by herself. you by yourself. ولو اللي الجامعة بنقول yourselves. they by themselves. we اللي هي by ourselves. حروف الجرة او الكلمات والصفات اللي عندي وعكسها here with there. heavy with light. happy with sad. over here. وممكن اقول over there. بعد كده مديني اهم جمل المحادسة. what are you doing? اللي هي what is going on? what is going on? I am helping Mr. خالد. قلنا clean. مش cleaning ولا cleans. I can't lift it by. قلنا myself. there is a box behind you. I اللي هي will. وقلنا بيجي لي بعدها الفعل في حالة المصدر. اول exercise بيقى بني اللي هو جزئية الاود one. لو قلنا school و بارك و جوينج و زو. هقول له آلة المختلفة هنا هوت هي كلمة هاولي تمام البيع عندي اماكن هنشيل ونكتم مكانها اي مكان وليكن فارم او هاوس اي مكان اي مكان انو سكول ونكستوب هاولو مين المختلفة هنا هاولو سكول المختلفة اكتم مكانها اي حفجر وليكن ها انفرانتو اف ان او ان اто ان مي سيلفو هم سيلفو زي وزي مسيلفز هاولو مين المختلفة هنا زي زي واكتم مكانها مسلا اورسلفز او هرسلف او ايتسلف هاكازا هلبي وموفد وبلايد ووينت يبقى هلبي اللي مختلفة لإن الباقي عندي كله ماضي وأخليها هلبيت يبقى كونسرت اللي مختلفة كونسرت اللي مختلفة لإنها اسم والباقي صفات هنشيل كونسرت وقت ما كانها باد مثلاً أو أي صفة كونسرت ريدي هابي ترو مين اللوض هنا كونسرت برضو اللي مختلفة لإنها اسم والباقي صفات ريدي زي هابي زي ترو هقول له فولس هقول له ساد انجليش ميوزيك روم آرت المختلفة هنا الروم إنما الباقي مواد دراسية هقول له ماس أو ساينسي مثلاً تمام؟ بعد كده قلنا جزئية الفعل هلب إن هلب من الأفعال اللي بيجي لي بعدها يا إما مصدر يا إما تو مصدر يا إما مصدر يا إما تو مصدر أي اختياري تاني لا يبقى I am helping مصدر خالد كلين أو تو كلين يا إما كلين يا إما تو كلين غير كده ما ينفعش يعني ما ينفعش أقول كليند لا ما ينفعش أقول كليننج لا بقول I am helping him كلين أو تو كلين أب بعد كده مديني قطعة جايب للمحادثة على شكل قطعة هنا بقول my name is Kareem tomorrow we will have the school ceremony بتسويت school concert I will play the float أنا هعزف على الفلوت my friend d'Aحمad will play the piano وهنا طبعا بخلي بالي من جزئية play the play the play the play the مال هيا سير play the أنا دايما لما بقول play بمعنى يلعب بقول play football play basketball play tennis play واسم اللعب على طول أما play the play the play يجي اللي بعدها اسم آلة موسيقية تاني تاني الحتة دي تاني عشان مهمة play football play basketball بمعنى يلعب كرة قدم أو غيره من الألعاب لا تصبق لب ايه ولا بآن ولا بزاء إنما ايه زا ديت زا بتيجي في حالة وجود آلة موسيقية في حالة وجود آلة موسيقية يبقى play the flute هنا بمعنى يعزف على البيانو أو بلاي هنا آآ العود أو أي آلة موسيقية يبقى play za my friend salma will play the bass هتعزف على كونتور باس my father and mother will come to the school to see me playing the flute النقطة الاولى play the piano هو من اللي ها هيعزف على البيانو أحمد أحمد أقول له هوت من الفتعة أحمد أحمد كريم will play za هو كريم بيقول لي إن هو هيعزف على إيه ها هو قال I will play the flute يبقى هاخد دائرة على فلوت number three when is the school ceremony اللي هي school concert يعني what are you doing doing I am helping Mr. Khaled clean up the room Noot I help you yes can I help you sure you can move the bass look out there is a box beside behind you behind وراك وراك behind what is going on in here we are up we are up cleaning cleaning up we are cleaning up we are cleaning up طيب ده بالنسبة للأجزاء ديت الجزء بقى اللي إحنا هنشتغل عليه أكتر اللي هو ده الجزء اللي هنشتغل عليه أكتر اللي هو ده اللي يا إما يقفلي ببساطة يا إما يوقعني ببساطة برضو يقفلي اللي امتحان ببساطة يا إما يوقعني ببساطة وسهولة جدا can I use اسمها كان أيه can I help Tanya look look there is a box out اسمها look out number three what are you what are you doing اسمها what are you doing I can't lift it myself buy اسمها buy myself what is going in here what's going on in here he is getting ready the concert four four اسمها four the concert please the bass behind the door move 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 no on the bass help I can't lift the box because it is because it's heavy because it's heavy because it's heavy تمام ده الجزء الاول نشوف الدرس التاني عشان نبقى خلصنا نص اليونت النهاردة وده احنا شوفنا قبل كده أثناء المراجعات اللي فاتت مديني طبعا هنا التوبة أو التيوبة التوبة أو التيوبة باعتبارها آلة موسيقية مديني كلمة فلوت فلوت بمعنى الناي أو المزمار كيف سر هي المذكرة في المكتبة؟ لسه يا كريم بقولك بزودلك فيها امتحانات الجزء اللي خدنا دلوقتي هصور لكم الكم صفحة اللي خدناهم وابعاتهم نحفظ منهم ونذكر منهم تمام؟ على ما تكمل بس ساعة بكرة كده ان شاء الله ولا حاجة مديني سيمبلز سيمبلز اللي هي السجات تمام السجات سيمبلز بمعنى طبلا أو طبول مديني كلمة زايلافون زايلافون اللي هو بنسميه الكسيرفون بنتها زايلافون زايلافون باعتبارها برضو آلة موسيقية اللي هو بنسميه الأورج الكهرابي الأورج مديني هارب هارب مدعناها عربك هارب برضو أو بسموها القيثارة تشيلو هنا بنتها السيئة كأنها تشاه فبقولها تشيلو مش سيلو بقى تشيلو اللي هي كمانجة تشيلو مديني ريكوردر برضو ده ناي تاني أو نوع من أنواع الني ترومبت اللي هو البوق أو بنسميه ترومبت بالعربي برضو مطلوب مني ايه في الجزئية دي أو جزئية الكلمات دي طبعا احنا كنا هاركز على جزئية ديت في حتة الأود وان اوت الأود وان اوت يعني لما قلت يوبة وفلوت ومعها سيمبلز ومديني معاها هقول له انجليش اللي مختلفة لأن دي آلة موسيقية وآلة موسيقية وآلة موسيقية وهنشيل انجليش وقت ما كانها مثلا درامز أو بيانو تمام؟ يبقى اذا حفظ مجموعة الكلمات دي كان بيفيدني في جزئية الأود وان اوت الكلمة المختلفة طيب ما هو ممكن يجيب لي في الامتحان ويقول لي اي بي لي زا اي بي لي زا الناس تركز اهو بقى اي بي لي زا هقول له هقول له هقول له فوتبول ولا باسكتبول ولا تينيس ولا ترومبت ترومبت ليه؟ عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده ده اللي انا عايزو يوصل لكم وتفهموا النهاردة يبقى بلي زا واسم الآلة الموسيقية انما جاء قال لي اي بي لي اي بي لي ريول اسمي ريول اي بي لي ومديني اختيارات ترومبت ولا هارب ولا زيلفون ولا فوتبول فوتبول اقول له فوتبول لان مفيش مفيش زا مفيش زا تمام؟ طيب يبقى اذا ده اللي انا باطلع به من جزئية الكلمات النهاردة يبقى لازم ا بعارف كلمات اللي هي اسماء الالات الموسيقية اه دي بنسميها ليه ميوزيكال انسترامنس يعني انسترامنس معناها الات موسيقية زي التيوبة زي الفلوت سيمبلز درامز زايلفون 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 الكتريك كيبورد هارب تشيلو ريكوردر وترومبت دي اسماء الالات اللي هحفظها في الجزء ده طيب تعالوا نشوف كده القطعة دي عشان نقفل بيها بيقول لي هنا the students are playing a concert معناها بيعزفوا في حفل موسيقي each student يعني كل طالب is playing a musical instrument يعني يصير musical instrument اهي تتحفظ بقت منها كده musical instrument معناها آلة موسيقية رامي هزا تيوبة رامي معاه آلة التيوبة ليلة is really hitting the drums اللي هو ممكن اقول hitting the drums آه بمعنى تدق الطبول بالطبل hitting the drums بتدرب الطبل آه يعني بالطبل يعني كم is playing the xylophone بيعزف على آلة الكتريفون and mike is playing the electric keyboard this boy and the girl are holding cymbals مسكين cymbals لي الصغات these boys are playing violins بيعزفوا على آلة الفيولين اللي هو الكمان sami and his friend are playing floats بيعزفوا على الناي sara is blowing a trumpet بتنفخ في الترمبت samir is playing the harp بيعزف على الهارب and crying بيعيط يعيني علا is quietly playing the chill وعلا بتعزف اللي تشلو ولكن quietly وده اللي هنروح له في جزئية الجرامر اللي هي الواي يبقى علا is quietly playing زا تشلو اللي هو استخدامي لل الواي الزرف طيب ده هنشرحه الحصة الجاية ان شاء الله بحيث ان يبقى معايا المذكرة ونقدر نشتغل فيها افضل عشان جوزئية الجرامر مديني طبعا مجموعة الظروف اللي هي will or badly or quietly or loudly or quickly or slowly or happily or sadly هم الثمان الظروف اللي قدامي دول هم اللي بيقولي في الأسئلة في الامتحان طيب امتى بستخدمهم وانا بستخدمهم بعد الفعل عشان اوصف بيه الفعل وهم كلهم اجابة طبعا زي ما خدنا قبل كده في اللتس ان هم اجابة على كلمة how أو هاو how do you play how did she play the trumpet but she played the trumpet well she played the trumpet badly quietly loudly مش lawed she played loudly he played happily هي بلايد سادلي. شي بلايد سلولي. شي بلايد كويكلي. هو ده الجرامر اللي عندي ان شاء الله. تمام يا شباب? يبقى الجزء ده هبعته لكم انا صور النهاردة. وبعدها ان شاء الله هيكون معنا مذكرة. نقدر نشتغل آآ فيها بطريقة احسن من كده. تمام? يلا تصبعوا على خير. سنة ميسي. باي باي.